فبكيت فقال له النبي صلى الله عليه وسلم أما ترضى أن أكون لك أبا وعائشة أمّا وفاطمة أخدا وعلي عمّا والحسن والحسين إخوتك فقال له الصبي أكيف لا أرضى يا رسول الله الله فأخذه النبي صلى الله عليه وسلم وتوجه به إلى داره وأطعمه وألبسه لباس العيد فخرج الصبي وقال له الصبي كنت جارعا فشبعت وكنت عاريا فكسيت وكنت بغيّة فأصبح رسول الله صلى الله عليه وسلم وعائشة أمّي وفاطمة أختي وعلي عمّي وعلي عمّي والحسن 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 وعلي عمّي وعلي عمّي وعلي عمّي وعلي عمّي فقالوا له الصبي وعلي عمّي يا ليت أبانا ماتوا في إحدى الغزوات مع رسول الله اللهم صلِّ وسلِّم وزِكْرَ فَالِكْ عَلَيْهِ الصبح بدأ من طلعته وَاللَّيْلُ دَجَابٍ وَافْرَاتِهِ وَاللَّيْلُ دَجَابٍ وَافْرَاتِهِ يَوَاللَّهِ أَلْمَادَ أَلْمَادَ يَا رَسُولَ اللَّهِ أَنَا دَخِينَي دَخِينَي يَا هَبِبَ اللَّهِ أَلْمَادَ أَلْمَادَ يَا رَسُولَ اللَّهِ أَنَا دَخِينَي دَخِينَي يَا هَبِبَ اللَّهِ فَمُحَمَّدُنَا وَسَيِّدُنَا فَمُحَمَّدُنَا وَسَيِّدُنَا فَالْعِذُّ لَنَا لِذِعَتِهِ فَالْعِذُ لَنَا لِيْجَابَتِهِ لِيْجَابَتِهِ اللَّهِ أَلْمَادَ أَلْمَادَ يَا رَسُولَ اللَّهِ أَلَا دَخِينَي يَا هَبِبَ اللَّهِ أَلْمَادَ أَلْمَادَ يَا رَسُولَ اللَّهِ أَلَا دَخِينَي يَا هَبِبَ اللَّهِ أَلْمَادَ